بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني تنبيه ذكر الحمد لله ورد في حديث ضعيف وعليه فلا يشرع قوله والله تعالى أعلم ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر وجوبا بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء ولا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس أو في الماء الراكد ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه ولا يحل له أن يمس ذكره بيمينه ولا أن يستنجي بها ولا أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله ويجب عليه أن ينقطع عن ذكر الله عز وجل ما دام فيه ويكره له اللبث بمكان قضاء الحاجة فوق حاجته إذا انتهى فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنق المحل ثم استنجى بالماء ويكفر اقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة شروط الاستجمار أولا أن يكون بثلاث مسحات فأكثر فلا يمسح في نفس المكان ثانيا أن تكون منقية ويعرف النقاء بأن يرجع الحجر أو المنديل جافا ثالثا أن لا يكون الاستجمار بشيء نجس أو بشيء محترم كطعام ولا بعظم أو روث حكم البول قائما يجوز بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه ويأمن انكشاف عورته وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أتى صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما متفق عليه تنبيهات تتعلق بالهاتف وقضاء الحاجة أولا عدم وضع نغمة رنين فيها ذكر لله عز وجل سواء كانت آيات أو أذانا أو دعاء وذلك خشية أن يرن الهاتف أثناء قضاء الحاجة ثانيا عدم استعمال الهاتف عند قضاء الحاجة لأن ذلك يستدعي مكثا أطول في الخلاء وهو أمر مكروه ثالثا ألا يحتوي الهاتف على ما فيه ذكر لله عز وجل فهذا يأخذ حكم إدخال ما فيه ذكر لله فإن كان الذكر يظهر على الشاشة فلا يصح وإن كان لا يظهر أو كان مخفيا فلا مشكلة فيه لكن الأولى ترك الهاتف في الخارج إلا إذا خاف عليه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر